في الطريق إلى جبهة القتال لا يرافق المقاتل أكثر من سلاحه بل ويصبح جزءا من الهيئة التي تكرسها الحرب يوما بعد آخر في الوازعية الجبهة التي أبسط ما يمكن أن يقال عنها بأنها ملتبسة ويكتنفها الكثير من الغموض تجد الميليشيا فيها جولة مواجهة جديدة بالعودة إليها وإحياء معاركها مجددا بعد أشهر من دحرها السلاح الذي تريده المقاومة لتغيير سير المعركة لم تجده بعد ولم تحصل حتى الآن على وعود فيه إذ تواجه هجبة مركزة من عناصر الميليشيا تفيد المصادر أنها تقترب من قلب مديرية الوازعية في منطقة الشقيرة التي يجري فيها القتال بشراسة حتمية الخسارة في هذه الجبهة باتت واردة خصوصا أن المقاومة لم تتلقى دعما بالتسليح سوى تلبية دعوات من أفراد قبائل صبيحة جنوب شرقي المديرية وبشكل شخصي توافدوا في محاولة الدفاع عنها خشية السقوط في قبضة الميليشيا مجددا تعرضت هذه المناطق خلال اليومين الماضيين لهجمات عدة وبمختلف القذائف أجبرت السكان على النزح واختلطت اللحظات بالنسبة لهم حتى الرعاة هنا باتوا يصطحبون أسلحتهم في الوديان بصحبة أغنامهم استعدادا للدفاع عن أنفسهم قبل أن تندلع المعارك مجددا في هذه البلدة الصغيرة المسالمة تلقى النازحون كمية بسيطة من المساعدات الإنسانية لكنها أيضا كانت للنازحين فروا من القتال في فترات سابقة ولم يجري مساعدتهم إلا الآن لتتفاقم معاناة السكان هنا أكثر في ظل تجدد القتال وتوسع معارك الميليشيا دون مراعاة لأبسط حقوق المدنيين فلا يمكن لهذه المعونات أن تجلب السلام يوما للمشردين والنازحين ترجمة نانسي قنقر